حل الأسرى الفلسطينيون اليوم الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة وبذلك ستكون إدارة السجون مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات نادي الأسير الفلسطيني قال أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات احتجاجية رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر آذار الماضي وستنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من أيلول المقبل وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من استوديهاتنا في رام الله رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان مساء الخير أستاذ أمين ماذا يعني أن تتعامل سلطات الاحتلال مع الأسرى كأفراد وليس كهيئة أو هيئات تنظيمية يعني بعد التحية لأسرانا والسيراطنا في مختلف السجون والمتقلات الإسرائيلية عندما يقوم الأسرى وبناء على قرار من لجنة الطوارئ العليا التي تمثل كافة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بحل الهيئات واللجان التنظيمية داخل السجون الإسرائيلية هذا معناه أن إدارة مصلحة السجون ستجبر على التعامل مع الأسرى بشكل فردي لن يكون هناك أي جهة تمثلهم في التعامل مع إدارة مصلحة السجون ولا تتحدث بإسمهم في أي قضية من القضايا التي تهم الأسرى حيث أن كافة أشكال الاتصال مع إدارة مصلحة السجون تقطع بشكل نهائي وبالتالي إدارة مصلحة السجون تتحمل المسؤولية كاملة عن آليات التواصل مع الأسرى بشكل فردي وبذلك ترفع القيادة التنظيمية أو اللجان التنظيمية والهيئة التنظيمية داخل السجون يدها عن كل ما فيه تنسيق مع إدارة مصلحة السجون بشأن شؤون الأسرى داخل قلاع الأسر نعم هذا الإجراء سوف يزعج سلطات الاحتلال ويصعب الأمور عليها طب لماذا وصلت الأمور داخل السجون إلى التصعيد لأن إدارة مصلحة السجون انقلبت على ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الطوارئ العليا قبل آذار الماضي حيث أنها الآن جاءت بقرارات جديدة وبانتهاكات جديدة وباكتحامات للورف والأقسام والاعتداءات على الأسرى وانتزاع حقوقهم الثابتة داخل السجون الإسرائيلية وتصر على نقل الأسرى وتحديدا الأسرى المؤبدات وكافة الأسرى من قسم إلى قسم كل ستة أشهر ومن سجن إلى سجن آخر كل سنة وهذا يعني ضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والتنظيمي للحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية وخاصة الأسرى الذين يقضون سنوات طويلة في السجون وقد اعتادوا على وجودهم داخل هذه الغرف والأقسام مع أكرانهم وزملائهم وإخوانهم ورفاقهم في الأسر إدارة مصلحة السجون الآن تريد ضرب النسيج التنظيمي والاجتماعي في كافة السجون بعد أن نجح ستة من الأسرى بتحرير أنفسهم من سجن جلبوع وهذا ما ترفضه الحركة الأسيرة ولجنة الطوارئ العليا في السجون جملة وتفصيلة نعم سيدي ذكرت أن الاحتلال يحاول ضرب النسيج والتنظيم داخل السجون لكن هل تخدم هذه الحركة الجديدة على فرض واقع جديد على الاحتلال داخل السجون بأن يتعامل مع الأسرى كأفراد هل يختمهم؟ هل هذا ما حاول الاحتلال أن يصل إليه؟ لا بالعكس هذا يعطي مسؤولية أكبر على إدارة مصلحة السجون هذا يبث الفوضى العارمة داخل السجون الإسرائيلية إدارة مصلحة السجون بعد أن حل الأسرى هيئاتهم التنظيمية الآن تحاول قمع الأسرى وعزلهم انفراديا تحاول فرض إجراءة جديدة بحق الأسرى لأن هذا الإجراء هو يزعج إدارة مصلحة السجون بل يصعب عليها المهمة داخل السجون الإسرائيلية هي كانت تتعامل مع ممثلين للأسرى نعم هل من مفاوضات في هذه الأثناء بين الحركة الأسيرة ومصلحة سجون الاحتلال أم أننا سنشهد الإضراب الجماعي عن الطعام الذي ربما سيبدأه ألف أسير الخميس المقبل يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي بوادر لأي لقاءات أو تفاهمات ما بين لجنة الطوارئ العليا وإدارات مصلحة السجون الإسرائيلية ربما في الأيام القادمة يكون هناك تفاهمات أو طلب لقاءات من قبل إدارة مصلحة السجون التي أصبحت الآن تدرك أن الأوضاع خطيرة داخل السجون الإسرائيلية وأن هذا سينعكس على خارج السجون في التفاف وإسناد الشعب لعلى الفلسطيني وكل أحرار العالم مع الحركة الأسيرة إذا ما دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم وخاصة أن يوم بغد سيلبس الأسرة لباس الشاباس وسيخرجون في الساحات يعتصمون ويتمردون على قرارات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ويرجعون وجبار طعام بمعنى أن المعركة الحقيقية قد بدأت داخل السجون الإسرائيلية قبل البدء بدخول ألف أسير في إضراب مفتوح عن الطعام سيدي لكي لا نشهد التصعيد والإضراب الجماعي عن الطعام في السجون يعني بشكل سريع ما هي طلبات الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي أن تتراجع إدارة مصلحة السجون عن كافة الإجراءات والقرارات التي سوف تتخذها بحكم بناء الحركة الأسيرة وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه ما قبل آذار الماضي عندما نجح ستة من الأسرة بتحرير أنفسهم من سجن جلبوع وأن تتراجع باعتدائها على الحقوق الثابتة للحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية نعم نحن نتمنى الحرية لجميع الأسرة كنت معنا رئيس لهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرة والمحررين أمين شومان كنت معنا مباشرة على الهواء من فلسطين المحتلة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك